ازايكم يا شباب اعمليني يا رب تكونوا بخير فيديو نهاردة هنقيم ولكن مش اي تقييم لان نحن النهاردة هنقيم اسكنات اليوتيوبرز ايوه يعني هما هيقيموا احنا ما نقيم همشي مثلا اتوا مش هتهربوا مني فنا النهاردة هقيم باسكنات اليوتيوبرز و هنقيمها مع بعض و هنديهم تقييم يستحقوا يعني فبدون ما نطول كده لان انا الصراحة متحمس ان نحن نبدأ الفيديو ياريت ما تنسوش اللايك لان دا بيساعد جدا واشتركوا في القناة عايزة نبصل 500 الف مشترك لقد و لاتس جو دلوقتي بدل منطول نبدأ في الفيديو و نروح لليوتيوبر الاول واليوتيوبر الاول معانا وهو اي دا يا ابن انت ورايا ورايا في كل مكان ورايا حرفيا يلا هيقات عليها خلينا انا برضو استغله شوية اجيب شوية مشاهدات نيجي بقى لتقييم الاسكنات و نبدأ بالاسكن الاصلي هم يعني واضح صارف علي اللي ما يعرفش الطائية دي حرفين سعرها اكتر من 10 تلاف تقريبا لو ما كنتش غلطان يعني وواضح مصروف عليه مع انه من شاكله كده تحسوا واكل الكوكب كله حرفيا كده ولكن لواضح اغلب اسكناته بالستايل دا يعني ستايل تخين كده و غريب قوي حرفيا نروح بقى للسكن التاني و ايه دا ايه الرعب دا بجد يا جدعان هو دا مسموح في روب لوكس انت مش خايف يا ابني تعمل لي صدمة قلبية ولا حاجة وحرفيا كل اسكنات كده بنفس النضارة دي نفس النضارة دي في كله كده ايه السر مش عارف بجد كلهم بنفس الستايل ونفس النضارة دي لا 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 الوضع فعلا غريب مع اسكن ايه ايه دا ايه دا الوضع بدأ يبقى مشكوك في امره تركي شكله اختار الدنيا يا جدعان ايه نعم انت يا ايه المهم دلوقتي بدون منطول نبدأ تقييم ومن اللي انا شايفه قدامي حرفيا كمية غرابة متتوصفش كده في الاسكنات الغريبة دي من الستايل الغريب دا اللي كلهم كده تحسهم ماكلين خروف لوحدهم كده ولا وجوههم الغريبة ولا الاسكنات الغريبة والنضارة اللي مش بيستعمل غيرها دي فانا ممكن ادي له الصراحة كده تقييم صفر من عشرة ايوه اللي بيقوله مشخص ايوه انا مشخصنا عشان تعرف دلوقتي ازاي تديني تقييم صفر من عشرة في فيديو التقييم بتاعك وانا مانت يا ايه اوكي يا شايف طبعا اول يوتيوبر معانا اللي هو هينتوكس طبعا يا جماعة هينتوكس محتوى مكرر صدقاني تقييمي الهينتوكس هو صفر ايه نعم انت يا ايه لانا يسحب كثير وانا محتوى مكرر كده نمرتح نفسيا اما دلوقتي خلونا نروح لليوتيوبر اللي بعده واللي هيكون امينا روب لوكس ازاي فيديو تقييمي اعنو مش هجيبها معانا هنا لا طبعا لازم نجيبها واضح ما شاء الله عندها سكنات كتير قوي فانا اكيد كان لازم اجيبها فهنا موجود يا جدعان 48 سكين ايه ده هي كانت بتصح من الصبح كده تقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا انا هعمل سكين ولا ايه بجد ايه كمية السكنات الغريبة دي طيب خلونا نبدأ كده نقيم من السكين الاول ولمعرفش ليه سكين ولاد كده ولكن على الاغلب كانت بتصور فيديو تسريبات حصرية من قناة هينتوكس فخلونا نتجهل لسكين كده ونروح للسكين اللي بعده تمام سكينات كده كيوت تحسها الحلوة الصراحة انها مش ايمو ده ده اللي بيعجبني سكينات الايمو حرفيان يعني حاجة زفت فعلا فهنا ايه ده ايه ده ايه ده بجد انا انا على فكرة مصدوم زي زيكم على فكرة اسكين قناة امينة الجديد اقولتلكم قلتلكم حصريات من قناة هينتوكس ما حدش يستغل فتمام كل اسكنات يعني زي الباقي عادي اسكنات عادية جدا اه هنا اسكين القناة ده نفسي اعرف اللي موجود ورا القناع خلينا كده نشوف القناع ونبص على وجه امينة الحقيقي فبسم الله اه معلش 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 غطي تاني غطي مش محتاجين نشوف مش محتاجين نشوف ابدا كمان هنا اسكنات برضو عادية 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 مفيش حاجة فيها لحد بقى لما نوصل هنا ايه دول يا خدعم ايه دول مين هيلبس اسكنات زي كده في روفلوكس امينة انت بتجيب منين افكار بجد شكلها بتجيبهم من الديب ويب ولا ايه اما ده بقى يمكن السكين المميز من بين السكنات كلهم لان اللي لو محدش يعرف ده اول اسكين لامين اصلا اللي بدأت باليوتيوب مش هعرف ايه وناسبة اللي انا قلتو ده ولكن اهو معلومات معلومات من هينتوكس نيجي بقى للتقييم ولا هيكون الصراحة كده ما عجبتني يعني نوعية السكنات مش ايمو وعلى فكرة ما فيش اي انحياز ابدا محدش يقول على فكرة انت صاحب امينة فعشان كده انت بتقيمها لا تقييمة بجد هيكون هم تمانية من عشر السكنات حلوة صراحة حلوة اوي مش ايمو زي ما قلتلكم يمكن فيه قليل اول اللي فيها يعني ايمو ولكنها تحسها كده نفس الستايل يعني مفيش اختلاف كبير ما بينها كده نفس الستايل نفس الالوان وكده يعني الا كامل سكين فعلا اللي هو مختلفين وكده زي ما قلتلكم تقييمي سبعة من عشرة ده التقييم اللي فعلا يستحقه من رأي الشخص يعني معرفش بقى عن رأيكم انتو ياريت تكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في السكنات امينة كده ولا هيكون رواف انا قلتلكم انا هجيب كل اليوتيوبر لنهارده فانو مش فهم نقل المفتراحة يعني رواف التغيير اللي بيعملو في السكين بيرح حافظ السكين يعني هنا حافظ السكين اه اللي هو العادي ده هنا حقتله طاقية كده وحافظ السكين هنا شليط طاقية حافظ السكين هنا معرفش عامل ايه لبست بوكسر جديد ولا ايه هنا بقى قلع السكين كله فهيعمل ايه هيحفظ السكين اكيد وكذا انت بتعمل ايه? وهنا رجع بيكون وحفظ السكن برد. وختمها بقى بسكن روافل الاصلي بقى. فهو على كل تغيير حرفيا بيروح يحفظ السكن كده. فعلى الاغلب احنا نخيم السكن الاصلي بس بما ان كل السكنات متشابهة. نيجي بقى السكن الاصلي الصراحة اللبس بتاعه اللي هو التيشرت جدا رهيب. بيعجبنا الصراحة. مش عارف ليه كده حلو قوي. مين مننا مسلا ما يعرفش التيشرت بتاع كخها ده. كل اللعبة عارفها حرفيا. او اغلب اللعبين العربي يعني. فالصراحة السكن بسيط. حلو قوي وما فيش فيه تعائدات كتير كده. يعني ولا اكسسورات ولا اي حاجة. يمكن الاكسسورة الوحيد هو النظارة دي. اه زيكم شباب معكم رواف الاصلي. اشتركه في قناة انتوكس. وحطوا لايك. وتابعوا الولد ده لانه فعلا يستاهل. يا اخي يا اخي بتحرقني يا اخي. يا الله خلاصة قدرين تسمعوا كلامه بقى اشتركه في القناة. هنعمل ايه مش هنحرق رواف مسلا. حبيبي والله رواف يعني نقلب بقى للتقييم. واللي هيكون تسعة من عشرة. يا الله انا حسيت نفسي استغلالي لمشاهدات فعلا. للصراحة يعني زي ما قلت لكم السكن بسيط بحلو قوي. ما فيش تعائدات فيه. مع استبعاد طبعا بقى السكنات لانها مش هتتحسب. لانها حرفين مكررة كلها. بس. فالتقييم اللي فعلا قد هيكون مسلا سبعة من عشرة كمان. وده عشان ما فيش سكنات كتير. فده رأيي يا ريت تكتبوا اللي رأيكم في التعليقات برضو عشان اعرف انا كمان. وخلونا دلوقتي نروح لليوتيوبر اللي بعده. واللي هو عمر او اف زيد. طبعا مين ما يعرفش عمر او اف زيد. معروف قوي بما بالبيوت. والحاجات اللي بيعملها في يعني كده في فيديوهاته الصراحة حلو قوي. وزي ما واضح قدامي مش عنده سكنات كتير يعني. بس سكن واحد اللي هو الاصلي بتاعه ده. الاسكن كده اخضر كله اخضر كده. ولا كأنه صراحة الاسكن حلو. بسيط كده يفكرك باللحبة زمان كده. يديك الستايل القديم ده. واتوقع ناس كتير زي بتحب الستايل القديم. اللي هو بيكون كده كلاسيكي كده. مفيش فيه تعقيدات اللي هي الايام دي يحط لك حاجات كتير كده مش عارف ايه يركب لك حاجات هنا وحاجات هنا ومعرفش ايه. وكل ده على وقت لحاجة حرفيا. فالاسكن حلو. من رأيه حلو. بسيط. مفيش فيه تعقيد وكلاسيك كده. ودي اكتر حاجة بتعجبني فيه. اه ما تنسوش تشتركه في قناة اه هنتوكس يا ريت. يا 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 اخي انا مش عارف في اليوتيوبرز جايين يحرقوني النهارده ولا ايه. اه هنعمل ايه? مضطرين نسمع كلام وما يجدعنا نشتركه في القناة بقى. واني يجد الوقتي لتقييم الاسكن. واتوقع مفيش عندي كلام كتير. لان انا قلت كل الكلام يعني. والاسكن ما فيش عليه كلام كتير اصلا. لان مش مليان يعني مسلا تفاصيل كده ولا حاجات تاني. فتوقع تقييم الاسكن ده هيكون ستة من عشرة. محدش خد العلامة الكاملة معرفش الي لحد دلوقتي. ولكن ده رأيه الشخصي اكيد طبعا رأيه مش هيغير اي حاجة. انت كتبوا تحت في التعليقات رأيكم كمان. ولكن ده رأيه. الاسكن فعلا يستحق ستة من عشرة. على بساطة والحاجات يعني اللي مش كتير فيه كده. فدي درجة كويسة. فده تقييم كويس بالنسبة لي. والصراحة عجبنا الاسكن. ما ما تقلقش اكيد هيحط لايك اكيد مش لازم تتكلم انت وتقول لهم. واخيرا وليس اخيرا وصلنا لليوتيوبر الاخير. وهو يوتيوبر صراحة جدا عظيم. جدا رهيب. جدا وسيم. وهو انا. ايوة. مين ما يعرفش الي بتسامى الامر دي. ها مين? بسم الله الرحمن الرحيم عشرة على عشرة. من غير من غير ما اشوف الاسكن. بص الامر دا بص الحمد لله تم ترجيع الحساب كان مهكرة جدعان. وتم ترجيعه يعني. والهكر كان بيعمل اسكنات زي كده. ما عرفش ليه. ليه? ولكن الحاقدين هنعمل ايه? هنعمل ايه? نكمل بقى تقييم ايه ده? ايه ده. هاتوكس عامل ايه بسكنات اليوتيوبرز? هو كان بينتحلوا ما اللي هي. ههنا ليه كنتعامل اسكنات اليوتيوبرز هنا? ما علينا نكمل كده اسكنات حلوة. مش ايمو رهيبة طبعا مش محتاجة تقييم. مش عارف ايه ده بجد. كلها كده عادية طبعا. واضح هادية واضح. انا كل ما بقول كلمة باد فاجئ بسكن بيطلع لك كده. كان المفروض اجاز الاسكنات قبل ما اعرضها. طبعا العارف اسكن ده هيكون جدا اسطوري يا جدعان. اسكن ده حرفيا لذكريات ما تتوصفش في القناة. وكان اول اسكن اصلا قبل اسكن اللي انا لبسه ده. فاللي يعرفوا اللي امتبعني من وقتها انت اسطوري على فكرة. اسطوري. مع ان الفيديوهات وقتها كانت كرينج يعني. فما تفكرنيش بيها في التعليقات. وهنا بقى مش عارف وصلنا ايه فين بنطلونا يا ابني? فين بنطلونا? طبعا ده كمان كان اسكن قناة قبل قناة انتوكس. ولكن كويس نجد كلمة السر بتاعتها. وبكده وصلنا للنهاية بتاعت الاسكنات. وده طبعا الاسكن الاصلي مز مش محتاج طبعا تقييم وكده. زي ما قلت لكم عشرة على عشرة. ابداع. ابداع. وبكده نكون وصل لنهاية فيديو النهاردة. ان شاء الله يكون عجبكم. وان شاء الله التقييمات كده تكون يعني خفيفة عليكم ورأيي ما يكونش يزعل حد منكم. ياريت. ولو حد عنده تقييم لليوتيوبرز غير التقييم اللي انا قلته ياريت يكتبه في التعليقات. لان رأيكم مهم قوي. ولو وصلت لحد هنا ياريت تكتب في التعليقات كمان اه بطيخ مسلا عشان اعرف انك وصلت لنهاية الفيديو. هتكون انت اسطوري. احط لك قلبع التعليق بتاعك. فانا محمود اوهين توكس. وده فيديو النهاردة. سلامة.